يشكو أهالي لواء القطرانة بمحافظة الكركة من نقص في بعض الخدمات بما فيها انعدام النظافة في بعض الشوارع ما يشكل بيئة خصبة لانتشار القواردي والكلاب الضارلة تفاصيل أوفا في التقرير التالي رد البنية التحتية ونقص في الخدمات الأساسية بلواء القطرانة في محافظة الكركة هذا ما عبر عنه المواطنون باستياء تام إضافة لانعدام الإنارة في بعض الشوارع وانعدام النظافة العامة فيها يوجد خندق خلف الشارع الرئيسي الدولي هذا هذا أصلا يشكل مكرها صحية ومستنقع تتأتى منه البعوض والذباب الذي حرم الناس لذة النوم وحرم الناس العافية وجلب كثير من الأمراض والفايروسات لهذا البلد مشكلة أخرى هي انتشار البطالة بين سكانها إضافة إلى غياب شبكة مياه سليمة وشبكة أخرى للصرف الصحية وافتقار اللواء لمستشفى متكامل يخدم حاجات اللواء هذاك اليوم ما فيه عندك دولة الحرارة ما فيه في المركز الصحي عندنا نقص في الأدوية عندنا نقص في الكوادر عندنا نعاني بينه وبينك أننا كنا نعاني المواطنين طبعا حقهم أنه يطالبوا في الممرضات إحنا عندهم الممرضات بدهم للساعة ثانتين إحنا نطالب أن يكون فيه عندهم الممرضات على الشفت المسائي في الطوارئ لأنه إحنا بنعمل على مدار 24 ساعة بلدية القطرانة تقول إنها تعمل جاهدة لحل المشكلات التي يعاني منها اللواء مؤكدة أنها تعمل وفق خطط أوضعت لذات الغاية واعدة المواطنين بحلول جذرية قريبة بحسب رئيس بلديتها حقيقة سرورنا عندنا مكان وعندنا فيه عطاء 240 ألف بدنا نسوي جنة عند كلعة القطرانة أقسم لكم الله ما فيه واحد يقدر يصرها بس أنهم منفذوا هالشمعتين وساحة سواء والله ما حدا يقدر يوقف فيها إحنا في القطرانة بنعاني من طبيعة الشوارع كثرة المطبات وما فيه شواخص أنا سائق شاحني طنهار رفب وعنده بنصلح اللي بنجيبه بنحطه قطع سيارات ولا فيه شواخص لا فيه دورياتي نضمن الحركة سكان اللواء ينتظرون من الجهات المعنية الاهتمام والإنصاف لإنهاء معاناتهم وتنفيذ بعض مطالبهم التي هي حق لهم